تحرير نص ان انا اكتبه اعدله شيء من هذا القبيل طيب فبيقولك احنا عايزين نفتح تطبيق ده اللي هو البرنامج بتاع تحرير النصوص وندخل فيه نص وبعدين نحفظ النص نحفظ الملف ده باسم ونحفظه في مكان ما على الكمبيوتر دي سهلة طيب اول حاجة هل فيه برنامج تحرير نصوص او كتابة نصوص في الكمبيوتر برنامج تعالوا نشوف ايه هو البرنامج برنامج اسمه ايه ادي start واسمه دفتر شايفين فين هنلاقيه accessories ايوا ادي accessories فين الدفتر اللي هو not pad يبقى انه بعربي اسمه دفتر لو من انجليز اسمه not pad او بيسمه ااسف مش الدفتر بيسمون مفكرة اكنها مفكرة صغيرة عملت اكتب فيها النوتة بتاعتك not pad والنوتة واحد فبتضغط عليه بتفتحلك برنامج نوتة هنكتب مثلا بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم خير ما نبتلي بي وادي هو عايزين نكبر شوية الخط هنيجي عادة بسم الله الرحمن الرحيم نختارها كلها هنتعلم بعد كده نروح لفورمات وانهون عايزين الفونت نكبر الفونت ايه شوية نخليه مثلا نخليه 18 يبقى احنا بنكبر الفونت شوية طب عايزين نغاية اللون نروح لفورمات وانهون نقوله فونت عايزين اللون نغيره فين اللون عايزين نغاية اللون فين اللون ما فيش لون طب وحدين طيب انا عايزي حط جدول هنا ما فيش جدول طب عايزة عمي حاجات كتير انا يعني عايزة اقدي للون خلفية يعني اختارها هو وروح لايه تنسيق اللي هو فورمات تزعلش نفسك يعني الفورمات وتنسيق غير يعني ما فيش ده هنا بس يا دوبك بتغير نوع الخط واذا كان ساميك أو حاجة وبس اللي هو حجمه انما تقول لي لون تقول لي خلفية تقول لي فوق تحت ما فيش ده برنامج عشان ان انت تدون الملاحظات وبس ما دي نص هتدونه وخلاص اكتر من كده لا لا تقول لي تحط صورة ما تقدرش لا تقول لي تحط جدول ما تقدرش لا تقول لي تحط لسمة ما تقدرش ومال بس كلام وحتى بدون تنسيق طيب وبعدين كتبنا هناخد النقطة ازاي نحفظه من حفظ هنروح لفايل اللي هو ملف ونقول له سيف اللي هو حفظ وبعدين يقول لي طيب انت حايز تحفظه فين وبأي اسم فهنقول له انا عايز احفظه بمي دوكيمت ادي مي دوكيمت وبأي اسم التمرين التمرين هكتبه خلاص المفكرة وبدو نقصه اكتب بالنقص بالانجليزي الانجليزي نوت باد عشان ايه افتكر وقول له حفظ يبقى شوف فين ايه شوف السؤال قال لك لما تيجي تحفظ هتقول ايه فين فين في بأي اسم باسم كذا وتكتب بعدين تقول له سيف يبقى انا كده حفظت الملف بتاعي تعالوا نغلق وتعالوا تحفظه لأدي دوكيمت تعالوا تحفظه لأدي والتمرين المفكره ده شكل المفكره لأتفكره جميل بس انا برضو ما خلص لشان عايز اكتب عايز اكتب وعايز اخلي خط لون ادخل حاجة ادخل صورة قال لك فيه برنامج تاني تقدر فيه امكانيات اكتر ماشي برنامج ده اسمه ايه اسمه word pad او الدفتر اكنه كراسة بقى يا ابا حميد اهي اهو فين الورد pad ادي الورد pad ادي يا سي ده برنامج الله ده ده فيه امكانيات بقى ده انت تقدر تدخل فيه صورة وصور واسف ودخل فيه اشكال تعالوا كنا نكتب برضو هنكتب بسم الله الرحمن الرحيم خير ما نبتلئ به ما لم يبدأ بسم الله فهو ابدر اذا واخترنا الايه الكلمة وبعدين نكبر يا عم براحتك ده شوف هنا تكبر 18 وقدامك على طول 24 وممكن تكبر من هنا على فكرة وبعدين عايز اغير اللون شايف دي بتغير اللون فيها براحتك خليه عايز اللون احمر لون عاطفي من اللي بيحب الاستاذ راشد اهو اوكي وعايز غير هاي لون الخلفية تخليها احمر خلاص الله ده نقدر اعمل حاجات كتيرة نعم تقدر تعمله تاني يا عم تقدر تدخل هنا تقدر تدخل من هنا صورة ويجب لك يفتح لك عايز يدخل مثلا ديزرت يا سلام نعم فشوف تخيل الامكانات اللي موجودة في برنامج اللي هو الدفتر اللي هو يعني اكنه الكراسة والامكانات التانية طبعا فرق جميل بعد ما عملنا برضو انا كتبت وعملت وتعبت المفروض اقدر احفظ اللي انا عملته بسيطة احفظ ازاي رمز لها ديسك شايف سيف كنترول اس يعني تقدر تحفظ ماشي ماشي بسيطة قوي بس كده نعم بس كده نعم تقدر تدوس على دي عشان تقدر تحفظ ايه او تضغط على هنا شايف ده وتقدر سيف يعني احفظ احفظ فين في نعم وهنكتب كده هو شوفوا هنكتب ايه اه تمرين الدفتر دلوقتي الدفتر واعمل ناقص واكتب ايه ال وورد باد طبعا ليه انا سميت تمرين وليه اسم الدفتر ليه ما كتبتش مثلا ايه 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 ولا بي 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 سي ولا واحد ولا اتنين انا دايما لما اجي اسمي تسمية لاي ملف لابد ان انا اسمي تسمية وصفية اسمه كده اللي انا عملت ده ما هو الا تمرين انا عملته عشان اوليكم اللي هو النوت او النوت باد فانا دايما سمي تسمية وصفية عشان بعد كده مقول انا عملت لهم ايه او انا كتبت ملف كان باسم فتقدر تفتكره فتقدر لما تفتكره تروح هنا لسيرش وتقوله لو سمحت دورلي على شايف انه مسلا تقوله دورلي على ادور علي او تيجي على مية كمبيوتر بليمين وتقوله سيرش في هنا سيرش بسيطة تفتح هنا اوبن وتيجي على سي وتيجي بليمين تقوله سيرش او تيجي هنا تكتب انا سجلت حاجة اللي هو ايه وتكتب نوت باد نوت باد تقوله دور هيدور لك على كل اللي مكتوب فيه نوت باد لحد ما هيلاقي لك اللي احنا عملنا الملف اللي احنا عملنا لقال ايه عشان احنا كاتبين اسمه صح بشكل وصفي هيدور لحد ما يلاقي اكيد هيلاقي اكيد هيلاقي تمرين مفكرة نوت باد يبقى اذا ان انت تكتب الاسم صح ده واسم وصفي سهل جدا عشان تسترجع ل الملف التاني في حالة نسيانه واللي تحت رتي اف انا عشان هنتكلم عنه بعد كده غني تكست نص فورمات التنسيق يبقى ملف نصي ولكن نقدر نعمله ايه يكون غني بالتنسيقات زي ما انتو شفته التاني نصي تي اكستي لكن ما تقدرش تعمله خلفية ما تقدرش غير اللون لكن هنا عشان الراجل ده غني بالتنسيق نقدر نحط له لون نقدر نحط له خلفية وخلاف هزين نغلق بنضغط على اللوجو ده ونقول له اجزت عشان نقفل البرنامج ونتقابل في الدرس اللي بعدي ترجمة نانسيق